أكد اسم شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس لعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن تحقيق الاتحاد البحريني لكرة اليد أفضل اتحاد أسيوي هو النتاج عمل منظم قادته اللجنة الأولمبية البحرينية منذ فترة طويلة للارتقاء بالعمل الإداري والفني في الاتحادات الوطنية فضلا عن عملها الاحترافي في تطوير التشريعات والقوانين التي تحكم عمل الاتحادات والتي جعلت منها أكثر تنظيمة وأضف سموه أن اللجنة الأولمبية البحرينية حرصت على متابعة الاتحادات الرياضية بصورة منتظمة حتى تتأكد بشكل قاطع من تطبيق الاتحادات لخطة اللجنة الأولمبية واستراتيجيتها التطويرية تجاه الرياضة البحرينية وعملت على مد يد العوني ومساعدة الاتحادات على التنفيذ الاحترافي لتلك الإستراتيجية مبينا أن الاتحاد البحريني ليكرت اليد عمل جاهدا على تطوير المنظومة الفنية والإدارية عبر استقطاب نخبة من الكوادر الوطنية التي ساهمت في بناء منتخبات وطنية قادرة على التنافس في مختلف المحافل وتحقيق عدد من الإنجازات وأشار سموه إلى أن تتويج الاتحاد البحريني كأفضل اتحاد آسيوي يؤكد مدى التطوير الواضح في الرياضة البحرينية وامتلاكها كوادر إدارية قادرة على قيادة مسيرة الرياضة البحرينية إلى فضاء رحب ومتابعة مسيرتها التطويرية التصعودية ترجمة نانسي قنقر